صبت بكورونا وعدت إلى داري فحصلت العدوى لوالدتي رحمها الله وتوفيت بالمرض هل أكون قاتلا؟ لا معاذ الله لست قاتلا ولا متسببا إن شاء الله وإنما الوالدة ماتت بأجلها ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا عدوى فقال له الصحابة يا رسول الله فإنا نرى البعير السليم يعديه الأجرب فقال عليه الصلاة والسلام فمن أعد الأول يعني هذا الأول هو الأخونا محمد عمر جبر الله كسره لما لم يمت لو كان هذا الداء بذاته قاتلا كان الأولى أن يموت هو أولا فلذلك يا أخي الكريم أنت لست قاتلا إن شاء الله ولا متسببا وما ينبغي للناس أن يقولوا ذلك أنا أقول هذا الكلام لأن بعض الناس ما يقولوا خيرا يعني ربما يبكته ربما يوبخه وما إلى ذلك أقول له أنت مأجور إن شاء الله مرتين مأجور على إصابتك بالمرض ثم مأجور في إصابتك في والدتك واحتسابك الأجر عند الله اشتغل بالدعاء لها واعلم بأن البر لا ينقطع بالموت ويكون بخمسة أشياء بالدعاء لها والاستغفار لها وصلة رحمها وإنفاذ عهدها ووصيتها وإكرام صديقاتها